أهم المشاكل التي تعرضت لها هو أن نعاني من نقص في المعلومة وعندما نأتي نطلبها نقحتها لدارة نفسها لا يوجد المعلومة التي نلوج عليها المشكلة الوحيدة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعندما نقوله أنه مشكلة تحيين القوانين والقوانين الموجودة معتها لكي نجم تسهل لنا كيلك سواء في بعض المشاريع وإلا من بعد في التقديم في مشروعنا وإلا في الإكستانسيون نجم نقوله في المشروع متاعنا المشكلة الوحيدة كبعثت مشروع لقيتها مع الإدارات بالتحديد مع الموظفين ثم موظفين كانوا متعاونين برشا لكن بعض الموظفين لم يكن عندهم دراية بعض الوثائق المطلوبة وهذا اللي يخلى برشا مشاريع تتعطل وإلا يتم رفضها ككل أنا كبعث مشروع نعتبر روح يبحث ناشيط عن حل ونحب نتجاوز المشكل الإداري هذا نطلبونكم أنتم بكل لطف معنات باشتناجموا تحبطوا سور تيران تتنقلوا لنا وإلا تناجموا تحبطونا أنتم بينسير عندكم باطر دوني كبيرة بالنسبة لمؤسساتها دي تحبطونا بإستعاكان أو إستدعاءات تعملون برامج تكوين وإلا منتقيات تكوين رسكلة، برابر القوانين تحاينونا شنو ساير في سوق هالمؤسسات الثغلة والمتوسطة هنا نقتراح أنه يقع التكوين مسبق للبعثية المشروع وأعوان الإدارة على كل ما هو جديد يصير أو تحيين أو صدور قرارة جديد باش نكونوا أحنا نزوز على علم بيه اشتركوا في القناة